بدأت الحكومة بمناقشة تمسودة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد مع القطاعات الاقتصادية حيث ادرج على جدوى الأعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة في العشرين من شهر تموز المقبل والذي صدر بها إرادة ملكية اليوم وموجب مشروع القانون الذي اجتمل على 71 مادة سيتم تبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وإزالة التقاطعات والتعقيدات وتعديد الأدوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات ونص المشروع على إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية كما سيتم بموجبه إيجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن عذالة إجراءات التفتيش وإزالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات وإجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش المعتقدة